السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المحاضرة التكملة السابقة وصلنا موضوع لكن قبل أن نبدأ سنفعل مراجعة سريعة للمواضيع اللي شرحناها بصورة سريعة حتى نكون على تواصل مع المعلومات أرجع لي وراء عرفنا شنو الخلية العصبية وأنواعها قلنا ملتي بولر باي بولر ويوني بولر وأكزونيك هذه المداخلة طبعا وعرفنا توزيعها بكل مكان أنواع القليل سريعة سوف نشرح في التفصيل في نهاية المحاضرة طبقات المننجس دوراماتر واركنايد دوراماتر هي أول طبقة عبارة عن طبقتين في الأصل طبقتين يسمونها دوراماتر واحدة من البون والطبقة الثانية عبارة عن دينس كونكتف تشوف كما وضح بالصورة أو أحيانا تنفسها عن بعض هاو تكون فينيس ساينس وأيضا مشروع سابقا في المحاضرة السابقة الطبقة الثانية هنا هم عبارة عن شيء من كونكتف تشوف وبها وهذا المؤشر هنا يسمو سابقا طبعا إضافة عندي هنا هم سب دورال سبيس ساب دورال سبيس في المكان وفوقها أكو ايبي دورال سبيس من الفوق وبهجموعة من الليجمينتات تربطها بالفرتبرال يعني هناك صورة موضحة على الصورة هذه دورال متر هذه الطبقة تماتها مثل ما ما وضحنا هنا أكو ايضا مجموعة من الليجمينتات موجودة هنا في هذا المكان بالضبط تربطها والسبيس الموجود هنا في هذا الضبط وهذا السبيس من المنطقة بين البون وبين الدورال متر يسموها فوق وهذا الارغنويد كما وضح بالصورة تحتوي على بلود فيزلز واخر طبقة هي بياماتر وتسوي لفد سبيس داخل القشرة التي ما أغسموها بيريفاسكيلر سبيس كما مؤشر هنا بالضبط عادة سريعة حتنا على بلود باريير برين عفوان بلود برين باريير وحتنا على الطبقات التي تحتوي إضافة للكورونالي بليكسس هي عبارة عن فولد من البياماتر إضافة للأبندايمال داخل داخل وحشنا على وظيفتها أيضا حتى أنه يعمل كماس السلمات وإضافة أنه يحتوي على مواد غذائية تستعمل الخلال العصبية من الوظائف اليوم موضوعنا سيتكلم عن من الوظائف أيضا تنتهي لكننا نذهب على المحاضرة لأنه تنتهي إلى حد ال لأنه تنتهي إلى الوظائف لأنه تنتهي إلى الوظائف لأنه تنتهي إلى الوظائف تنتهي إلى الوظائف تنتهي إلى الوظائف تنتهي إلى الوظائف كما وضحنا هنا سموها فيلم ترمينالي وجده في المنطقة إضافة أن مجموعة من العصاب تخرج بها الشكل وتتوزع سموها كودا أكوينة هذا كما وضحنا هنا كودا أكوينة فإذا سموها سموها وضحناها بالصورة وضحتها أيضا بالصورة كما و هذا كل شيء تشريح تقريبا يعني بعدما تخلنا بالهستولوجي نحن نبدأ غير نوضح صورة كلام معين قبل أن نبدأ نشرح. لدينا هذه الصورة كما وضح أمامنا. هذا مقطع أرضي. سنوضح الأجزاء بداية. هذه الجهة الموضحة لها. وما نسميها وما نسميها فنترال. هذه الجهة اللي هنا. منسميها وما نسميها تمام؟ نجا نوضح الأجزاء. كما نوضح نوعين من الألوان المنطقة المركزية هذه متميز عن الآخر المنطقة المحيطية. كما نرى هنا. هذه المنطقة المركزية سنسميها gray matter تحتوي على تحتوي على الخلايا وخلايا يعني هذه المنطقة المحيطية تسمى بال white matter تحتوي فقط على accent أو ما يسمى بال لأنه مادة الخلايا العصبية داخل نسميها هذا الاختلاف بالألوان راجع لأنه طبقة المالين موجودة فقط بال accent ستصنع لنا هذا التمايز بين النسيجي يعني اللي ظاهرنا أمامنا زي عندي هذا هذا الجزء يسمى بال ventral horn أو anterior horn عفوان anterior horn هذا كم يسمى نقابل لياها to dorsal horn أو posterior horn شنو تحتوي ventral horn يحتوي على motor units تمام motor units أو motor neurons مسؤول على حركات العضلات بينما dorsal horn يحتوي على نقابل sensory neurons إضافة عندي lateral horn هذا كم يوضح بالصورة مؤشر عليه lateral horn مسؤول عن simbathetic وموجود فقط بمناطق thoracic وال lamber مثل ما نعرف خذناها بالفستج أنه simbathetic تمتد من T1 إلى حد L2 فهو متواجد هذا lateral horn متواجد فقط بال thoracic وال lamber يعني إذا نلاحظ غير صبر سنشوف lateral horn غير موجود فمثل ما قلنا عندي anterior horn وهذا مسؤول عن motor units أو motor neurons وعندي posterior horn المسؤول عن sensory neurons وال lateral مسؤول عن simbathetic زين لو نلاحظ هنا هنا أيضا عندي هذا الخط اللي بالنص هذا يسمو فشر فعندي anterior fischer و posterior fischer زين هذا يسمو anterior median fischer أو يسموه ventral حسب لأنه ventral نفس الانتيريار ويكون deep على العكس من posterior يكون shallow نوع مثل الانتيريار فيسموه sulcus وما يطلقون عليه فشر يسموه sulcus فهذا عندي anterior median fischer posterior median sulcus زين إضافة عندي إلى dorso lateral يعني هاي المنطقة من هنا وصير شوية lateral هنا في هاي المنطقة بالضبط يسموه dorso lateral sulcus يقابل من الجهة نعم من الجهة الثاني هنا رح نلاحظ أيضا sulcus نفسه هو عبارة عن مدخل لل dorso root dorso root للمثل ما تعرفها posterior horn المسؤول عن sensory رح يطلع من عنده dorso horn بهذا الشكل زين عفوان dorso root يطلع من عنده وال anterior horn يطلع منه ventral root بهذا الشكل مثل ما نعرف عدد التحدون وهذا شيء آخر زين هذا كل ما يتعلق بال آآ إضافة بعد عندي النوب موضوع اللي هو هذا المنطقة تسمى بال central commissure أو great commissure بالcentral malta بالcentral malta بالضبط توجد عندي central canal كما نوضح بالصورة أمامك سامة بالcentral canal هنمسح زين كما نوضح بالصورة يسمى central canal شم تحتويها central canal طبعا هي عبارة عن امتداد ventricle مثل ما نعرف ventricles عبارة على التجاويف داخل تحتوي على السيربرو سباينال فلويد وعرف نشنل السيربرو سباينال فلويد تنتجى اللي تبطن لي هذه التجاويف فنفس الشي هذا central canal هي عبارة عن امتداد من تمام تم تتحرك داخل أو في مركز على شكل central canal أيضا مبطنة بال وتحتوي على سيربرو سباينال فلويد زين هذا كل حتي مفصل ومختصر عنها إضافة بعد النقاط أخرى عندي ها المنطقة هاي المنطقة بالضبط هذي طبعا white matter تحتوي على tract أو accent لكن تحتوي على مناطق معينة مثلا عندي اللي صارة ميديا اللي شوية بهذا الخطة ذي نقسمها بالشكل ميديا اللي حيسموها fasciculous grass cells زين مسؤولة عن lower limbs إنه يجب لك السنسوري من lower limbs لأنه هذا طبعا صار في الشكل dorsal roots أو dorsal column مثل ما نعرفه مسؤول عن السنسوري انطق السنسوري أو sensation السنسوري فهذا يسموه fasciculous grass cells زين fasciculous grass cells وهذا fasciculous cunatus مسؤولة عن upper limbs فالgruscles medially مسؤولة عن lower limbs وال cunatus مسؤولة عن lower limbs إضافة إلى أنه السنسوري تختفي توجد فقط cunatus وين بال lower ثم نحسنا أخذها بالتفاصيل بالنقرى السواة خذنا رجعة على هذا السلايد اللي قبله زين هنا أنا حيشينها كنا عند ال cunus medularis وعرفنا شنو الفيلم وعرفنا الكودة equina زين نفس العملية نفس العملية محاطبة meninges هي عبارة عن ثلاث طبقات duramater arachnoid or arpeamater ثم the dura is connected to the periosteum of vertebral canal by denticulatel مثل إلى نفس العملية الطبقة الأخر واحدة اللي فوق سميناها بال duramater فوقها في التجويف فوق هذه الدوراماتر تجويف أو في ال space سميناها بال ep طبعا اكو sub اكو ep ال ep فوق وال sub لجوه فال epidural space صار فوق هاي الطبقة يحتوي على denticulate ligament تمام وسميناها بال epidural space كما نعرف خلق كما نعرف هاي للstructures histologically is the same there the transverse section of spinal cord shows a central mass of a gray matter has a shape of butterfly or its shape وعرفنا سمنا بال ventral horns are most prominent and containing cell bodies of motor neurons هذا كل شي رحنا عندي ventral horns و dorsal horns شوف اصدرش على dorsal horns are much less prominent contain the cell bodies اذن كلها تحتعوفنا بس تحتعوفنا على cell bodies لكن قلنا ventral horns يحتوي على الموتر بينما dorsal horns يحتوي على sensory neurons مثل ما سواء الانفورميشن متل بين التمبرتشر اللي توصلنا للسي ان اس الى الباين معنا بطريقة اضافة عندي lateral horns و هذا كل حتي اتكلمت عنه بسابقة اضافة اتكلمت عن ديب فنترال ميديان فشر اللي صار فنترالي هذا انا انا زين يكون ديب على العكس الدور زالي عندهم فشر كون شالو فاسميناه سالكاس ما سميناه ما سميناه اه فشر بالشكل زين باضافة عن دورزولاترال سالكاي انا انا بها المنطقة دورزولاترال سالكاي به الشكل وهو عبارة عن entry of او مدخل يعني المن للدورزال روت به الشكل هو يكون sensory اه انا طاع حتي اقول انه بالسيرفكال ريجين رح يكون هذا شوية قريب عن سطح الامامي يعني باشي كمثل ما موضح بالصورة هذا السنترال كنال او السنترال كوميجور باشي كي قريب وبالتالي رح تكون هال مسافة هنا قصيرة وبهال مس تكون اطول لكن كل ما نستمر بالنزول الاسفل ثوراسيك واللامبر احد تقريبا رح نصيه هنا بالنص رح تكون متشابهات زين بقنا 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 بهالفشرة الخلفي او الصلوكس و هذا هي الصورة اخرى يوضح يجب ان يوضح شوى الس انس активات في هذا المكان طبعا تكون بهالمناطق حجم الغريماتر اللي تحتوي على النيورال باديز تكون أكبر السبب انه الانشاط اكثر بينما الويت متر اللي تحتوي على معرفة العركات ماتها الحجام ماتها تقريبا تكون متساوية لكن هذا يقول انه هنا يقول increase gradually from the sacral to the cervical region يعني من التجوى الى فوق تستطيع تزداد الويت متر أما تستطيع تزداد الفعالية أو زادة الـ accents اللي بتصعد لي فوق تنزل جوى أو الترك نحن نحن عن هذه الاثنين قنا نحن عن فسيكيولس و فسيكيولس هذا هنا في المنطقة فسيكيولس قرسلس و فسيكيولس قنيتس فالشكل واحدة ميديا و واحدة لاترالي وضحناها وهذا موضح أيضا في مدوة الفسلجة وهذا موضح أيضا في مدوة الفسلجة الموجودة أيضا بالمدوة مثل البرين بالمنطقة السحوات والنصف العيوة وهذا موضح أيضا في مدوة الفسلجة والأدرا في مدوة الفسلجة الفسلجة من المدوة والقبوة والقبوة يجب من فسلجة لأنه لا أتحدث يقول البرين ومن أتحدث أي شيء هو دورسل في الهدف فهي يعني نحن بحسلجة فهي جاء من من ال... من ال... من ال... من ال... من ال... من ال... بينما النصف السفليمات الثوراسي إضافة إلى... حيث يكون عندي فقط... فقط... فما عندي... طبعا قبل فوقت كونيت خربطت. إذن ها عندي بس... ما عندي أي... تمام؟ يعني ما عندي ميديور الأترالي. لأن هذه المنطقة يعني تصارت السفليا فما تحتاجونه تقسم. عبرنا مع منطقة الأبرلم فهو يعني نظرين يقدر نفتهم ذلك الشيء. يبقى عندي فنترولاترال وايت متر لهاي المنطقة. سوف نرجع للصورة إيهاي بالأرض. هذا... ما بيها المنطقة؟ تحتوي على... الآتي... ها طبعا هذا... مسؤول عن... طبعا هذا الانتيريار... انتيريار تراكت... أما أخذناه بالفصلجة... مسؤول عن... إذا نذكر أنه مسؤول عن... عبر فلسوالف... سأسميناه بالسفينوثالاميك. فعندك الاترالسفينوثالاميك. هنشوف ال change and temperature. وانتيري سفينوثالاميك في سفل على ال light touch. خلال. هذه كل محتويات الفنترولاتر الويتمث